بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبائكم تابعيني السباكي اهلا بكم. النهاردة اهنا اتعرف مع بعض ازاي ان احنا نقدر نجدد اه طعم الخلاط عندنا في البيت لو اه ادن ده معانا اه منظف اه بيشتغل في الحاجات اللي هي المعدن. طبعا اول حاجة ان احنا بنجيب قطعة لمونة وبنمسكه ندعاكه كويس. انا بتكلم لو في اه حالة ان هو مطوس او فيه اه صادة او اه دهون متراكم عليه بالشكل اللي احنا شايفين ده هوا ده يتم العمل صيانة فيه. طبعا بعد ما بدعاكه اه بندعاكه باللمونة كويس. اه رشيت عليه المنظف ده هو. اه طبعا ده زي الفلاش عامل زي مات النار نحاول بس ان احنا اه ياليته احنا بنستخدمه يعني نلبس جوانتي ينحرص منه عشان اه ما يقصرش بس علينا. اه طبعا الفلاش بيشتغل في تنظيف السراميك والاعدات الصيني والحاجات دي. ده بيكون افضل اه اه في الخلطات معانا. طبعا شايفين اه الصادة عامل ازاي في طعم الخلط? وهنشوف ازاي برضو بعد ما نخلصه. اه طبعا احنا لو في المنزل كتعة لامونة ان شاء الله مش يحتاج منظف ولا حاجة. لكن ده انا بتكلم لو حد مسلا اه في طعم زي ده قديم وعايز يجداده او يعمل فيه شغل طبعا مش اي طعم ان احنا اه نصرف عليه ونركب له ان طبعا قلوب غالية النهاردة النحاس. اه ده اه سولد اه مصري صناعة مصرية. اه يستهل طبعا ان احنا نصرف عليه ونركب له كوبش كويسة ونعمل فيه شغل كويس. اه لان في منه اللي هو اه القاتة وفي منه انواع بتوبة التقليد بتاعها بيبب ضعيف جدا وبيحصل فصادة وبيبب صعب ان اه ان الواحد بسا نصرف عليه. اه الحقيقة التانية ان القلب بتاعه اللي هو التقليد ده بيركب قلب تلاتة اتمان. واه احنا عارفين طبعا القلب التلاتة اتمان مهما كان ما بيكون شي زي القلب الالماني. يعني عمره بيكون قصير في الاستخدام مش كل يوم باعه وده غير قلبه وكده. شايفين طبعا لمعة ازاي بعد ما نضفناه. اهم هي ان احنا نستخدم من المنظف ده هو نسيقه شوية حوالي ربع ساعة. وبعد كده بقطعة قماش ونمسكه لننضفه كويس. ما نحاولش حتى برضو بعد ما نرش عليه المنظف ده هو ان احنا نمسكه بايدنا يا جماعة. ده اللي بيفسل المادة دية المية. يعني حتى ما نجي نستخدمه حتى بالنسبة للفلاش. اه بتكون نفس الزجاجة دي ان هي عبارة عن مية نار مخففة. برضو ما نجي نستخدمه حتى في الاعدة او عندنا في المنزل. ان احنا ننشف الاعدة كويس يا جماعة. يعني ممكن حتى اه اسفنجي كده او اه المهم ان احنا نحاول نشيل اشوية المية لدخل الاعدة جوه. لان الجزئية ديا هي اللي بيوبها دايما اه بتحتاج ان هي يحصل فيها نظافة. فمش هينفع مع المية. لان المية هتفسد المفعول بتاعه. حتى لو هنرش في الارضية عندنا في الارضية الحمام. اه ننشفها كويس من المية. وبعد كده اه نرشه ونسيقه شوية اه ربع ساعة ولا حاجة. وبعد كده نخسره بالمية. طبعا حاولت برضو ان انا ينضف الصمرة على قد ما قدر لانها كانت متبهدلة اوه بصراحة وكان فيها صدى. اه الحاجة التانية برضو ده معانا طبعا الكبشة برضو اه نفس المنظب برضو حطته عليها. شايفين طبعا كانت متواصة عاملة ازاي? اما نحاولش برضو ان احنا اه لان انا بشوف ناس يعني بخش شغل كتير والله يعني بلاقي الناس مسلا بيمسكوه اه يعني بيحبوا النظافة زيادة عن اللزوه. فبيمسكوه بسلك بتاع الموايين وطبعا السلك ده برضو مما كان خشن بيجرحه. وده اللي بيخليه صد بسرعة. لا احنا ممكن اه بالمنظف ده هو او بقطعة لامونة هنرمسكوه نضعكوه كويس ونسيبه بعد شواء نخسره. وتأكدوا ان هو والله يعني ان شاء الله هيرجع زي مكان اه نفس اللمع بتاعته. طبعا بعد ما بيمسحته كده بحاول انني اه ان احنا نضفه مسلا بنقطة اه ده معانا اه زيت باكم او اه ممكن اه اه لو النقطة البنزيم او جاز بحيث ان هي برضو. لو في اي حاجة معانا في الصدق حوالين الصامولة او حوالين عند الكعب واللي حاجة. اه تنظف كل الكلام ده معانا. او ان شاء الله النهاردة هنركب له اه قلب الالماني. وهنركب لكو بشتين برضو. اه الحاجة التانية عندنا الطام دوان طبعا غالي بصراحة يعني النهاردة يعني ثمن ويعدي لعفين جنيه. اه هنحاول نطلع برضو الجوان دوان فيه جوان موجود معانا كويتشة. طبعا بقالها فترة كبيرة خالص. والجوانات اللي هي طب بداخل الصامولة داية مع بعض فترة. اه بيحصل فيها تآكل او يعني بيبص اللقاء ايه. اه حصل فيها خشانة وتتقطع بسرعة. يعني لو جينا نحضر خلطوا الركاب تاني لازم نغيرهم. طبعا نحاول نجيب حيث الصنفرة. نقطعها مسلا في مفكة واللي حاجة وندخلها داخل الكعب النحاس معانا من الداخل عشان لو فيه اي اه صدى معانا برضو ان هو ينضف معانا. طبعا نطعم دا كلات حاس اه حتى المتنكل التنكيل اللي عليه بصراحة حاجة عالية خالص منتاز يعني. اه الانطرة العادية برضو هنحاول نركب له انطرة عنده مكسر. وينفع ان هي تركب عليه. مش شرط ان نركب الانطرة العادية. اه ممكن برضو عادي لو احنا في اه اسبريا اللي هو المزيل صادة. اه ما فيش مشكلة برضو الرش عليه. ده في الاماكن اللي هي اه موجود فيها صادة جماعة. اه لو انا عندي برضو في المنزل استخدام يعني شايف انه هو كويس. اه بلاش يعني المواد الكيموية كتير عشان برضو الحاجات ديا مش كل الخلط اللي بيتحمل اه المواد الكيموية الغسيل اللي هي زي الفلاش والحاجات ديا. اه فيه بيبقى التنكيل بتاعها بيبقى النكل اللي عليها بيبقى ضعيف. فنبص اللي هي بعد فترة حصل فيها اه تاكل او او بيقشر معانا. فيبقى يعني خفيف. اه مش اه ما ما نحاولش ايه ان نحط المواد دي كتير اه في غسيل الحمام. لان حتى في غسيل معانا الارضية والحطان والكلام ده بيجي برضو منه على القطع المعدن معانا او الخلطات. يا فبقى يعني نحاول ايه نخلى برضو في حرص شوية. انا خشيت في شغلانا برضو بصراحة يعني اه في وجهة ان كل القطع اللي في الحمام والمطبخ كلها حتى اللوشاش النيكل والمحابس الزاوية. اه كله مطوص وعليه نسبة صادة عالية. فشكيت في حاجة يعني حاجة غريبة مش معقولة يعني كل المنتجات دي اه يعني تعبانة او حصل فيها الصادة ده او وفجيت فعلا اه من صعب المنزل ان هو اه يعني في البيت عنده بيستخدمه المواد كمواد دي كتير خالص يعني الطريقة الجامدة وفعلا هي دي اللي عملت كده في في كل ايه اه الحاجات دي لان مش معظمها في ربما نحصها في في بيوب باتوتيا وفي اه نيكل وفي اه يعني بالنسبة للمحابس والوشاش والحاجات دي حتى الوشاش ممكن تلاقيه مش استلس اصلي. فما بتتحملش المواد دي. اه من بعد ما مسحناها شايفين طبعا ما شاء الله يعني اه حتى شكله وحاجة يعني وضخم وحاجة يعني ما شاء الله كويسة. ده معانا القلب الالمانة اوان نفس القلب اللي هو اه دوبما موجود معانا اه مقاس يعني بس مش هيكون زي القلب اللي كان جاي في الخلاط صراحة يعني لان انا اسبعك وبقول صراحة لان القطع اللي بتيجي مع الخلاط اه مهما كان اللي في السوق ما بيكونش برضو زي اللي بيجي مع الخلاط. شوف انت بجيب الخلاط ممكن تقعد مسلا اه سبع تامن سنين على ما بتبتدي ان انت تغير له قلبه وساعة ما بتبتدي ان انت تغير له قلبه من الموجودة النهاردة. ما بيكملش مسلا تلات اربع شهور وتلاقيه عايز اتغير تاني. ده معانا قبشة طبعا ممكن نركيب له قبشة عادية ممكن نركيب له قبشة نحاس. اه دي برضو على حسب ايه? اه صاحب الشغل او صاحب طعم الخلاط يعني. اه طبعا في عندنا برضو حاجة لازم اه يعني نكون عندنا خلفية عنها ان دايما الكبش اللي بتيجي في الخلاطة ايه مع الكبش النهاس اللي هي المحملة اللي بتيجي في الخلاط الاصلي. لو انا عند حصل مشكلة وحبيتها غير القلب الكبشة برضو ما بتركيبش عليه. لان اه السن بتاع القلب اللي موجود في السوق غير السن القلب اللي بيجي مع الخلاط. فاحنا عشان النهاردة نعمل صيانة الخلاط زي كده ما يفعش مسلا اقول لك احط الكبش العديم اللي كان فيه لأ. يبقى هتغير قلوب وتغير كبش وده اه الشغل الصح. لان هتجي تركب الكبشة على القلب بتاع النهاردة اللي موجود في السوق اللي انت هتغيره. هتبص تلاقيه بعد شوية اه يا بوزة السن بتاع القلب معنا يا هي نعمة من جوة وهتفوت معنا. حتى لو المصمر برضو رابط آآ مش مش هيكون لها عمر في طرق يعني طويل معنا. برضو نحاول ان احنا المصمرين نجيب مصمرين نحاس. لان المصمر ده مهم جدا لانه ما بيصد طبعا بيبقى صعب يفكيه لانه بيبقى داخل معنا الكبشة. او داخل مقبض معنا. آآ بيبقى معروف ان المصمر بتاع القلب العلماني ده او بيكون اللي هو آآ مصمر سن ناعم. طبعا الساملطين والكعب بتاعهم آآ ما فيش فوم حاجة يعني قويسين تمام. ده آآ كليبس بلاستيك احنا بنحطه كده كابسة بيبقى على على الكبشة عشان خاطر آآ مكان المصمر حتى ما يجيش برضو على ميا لو ركب مصمر عادي ما يحصلش في برضو صادق بسرعة. دي انطرة عادية زي اللي كاتر اجبة فيه. طبعا بنحاول ان احنا نضغط على الانطرة لغاية ما توصل معي للافيزي البلاستيك. ويبقى عندي جوانين اتنة جماعة دول لازم يخش وجوها الخلاط معي عشان الصامولة آآ تركب معي مرتاح. دي انطرة آآ حوض مطبخ. طبعا في منها اللي هي آآ انطرة العالية بتاع حوض الوش. طبعا الانطرة والهند وميسر آآ حاجة يعني ماشي معها الخلاط ده هو ودي منظر جميل مع الدوران اللي فيه ده هو دوران اللي هو عند الانطرة ده هو. آآ للأسف ان الانطرة العادية دي برضو مهما كان يعني بيطبها ضعيفة بتصد بسرعة. وغير كده السامولة بتاعتها بيكون ضعيفة. دي يعتبر ارخص انطرة موجودة. معنا بكيبتلو انطرة آآ آآ هندو ميكسر. دي قطعة حوض المطبخ وحوض الوش. شايفين طبعا بعد آآ التنظيف وبعد الشغل دوا. حاجة ما شاء الله اكنه لسه جديد. ده معانا الخلاط اللي انا مصنعه. ده تلات ربع معمول له سن داخلي. للقلب ان انا اقدر اغياره برضو. غير الخلاط اللي كنت عامله اختراعات غلابة الاولاني. آآ كان القلب ركب على البلاستيك على طول. ده الحمد الله معمول له سن داخلي. للكعب. وللقلب من ناحية الاتنين. كلاته بلاستيك. حاجة ممتازة جدا. وآآ ما عليش كنت طولت عليكم هجامعة النهاردة. ويارب يكون اعجابكم الفيديو. وآآ ما تنسوش الاعجاب والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.